متابعين الأعزاء أتمنى أن تدعموني من خلال الاشتراك بالقناة والإعجاب في هذا الفيديو أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات أنت تسأل وعلم بها الاحتراف يجيب أحد الأخوة يسأل طبعا عنده سؤالي السؤال الأول هو كيفية الكتابة على الصور بداخل برنامج جورد يعني مثلا يرفق إطار أو صورة لشهادة مفرغة وطبعا يكتب عليها النصوص والسؤال الثاني كيفية عمل كراسة لخط الرقعة ببرنامج فوتوشوب أو مورد طبعا الجواب بإمكان العمل بالبرنامجين ولكن توجد محاضرة من ضمن محاضرات دكتور وورد لكيفية عمل كراسة مثل ورقة مسطرة مثل ورقة الدفتر بإمكانك الاستفادة من عدها أما بالنسبة للسؤال الثاني فرح نجاوبه بطريقة مبتكرة أكثر ورح نوسعه طبعا عندنا هذه طبعا الصورة رح نستخدمها لعمل شهادة بالطريقة اللي أنت طلبتها طبعا نجي نفتح برنامج وورد ونروح على تخطيط الصفحة القالب مالتنا أفقي فلابد أنه الاتجاه يكون أفقي رح يجي أسحب هذا القالب وأضيفه ببرنامج وورد أنتظر شوية إلى أن يتم إضافة القالب جيد الآن بعد ما تم إضافة القالب الطريقة الصحيحة لإضافة القالب هو رح أخذ قص من هذه الصورة أو القالب وأجي على إدراج ومن ثم رح أجي إلى الرأس بهذه الطريقة ورح أختار تحرير الرأس بهذه المنطقة عندما تم وضع تحرير الرأس أجي ألصق الصورة اللي أخذتها رح أضغط عليها كليك أيمن ومن التفاف النص أمام النص إذا أجي هنا أضبط الصورة أو مكان القالب بالطريقة الصحيحة طبعا لا بأس أنه القالب يتحجم حتى يكون بنفس حجم الصفحة ممكن أنه نزيد بيع الارتفاع ممتاز الآن بعد ما ضفت الصورة أجي إلى تصميم إغلاق الرأس والتديل ألاحظ أن الصورة رح تكون باهتة جدا طبيعي الأمر لأن هنا رح يهيئ لي الخلفية للنص وبعدين بالحفظ رح ترجع طبيعيا فرح أجي من إدراج مربع نص وطبعا رح أضيف رسم مربع نص رح أكتب مثلا شهادة شل نوع الشهادة مثلا شهادة شكر مثلا شهادة شكر فرح أكبر حجم النص وأختار فونت أي فونت أشوفه أنا مناسب مثلا هذا الفونت رح أصغر الحجم بهذا الشكل طبعا من تنسيق رح ألغي المخطط التفصيلي وألغي التعبئة ورح أخلي النص بهذه المنطقة رح يعني أختار ممكن 33 مناسب جدا ممكن طبعا 32 أيضا مناسب ممكن 32 مناسب 32 جيد ممكن أنه أختار لون مثلا ممكن لون أحمر يكون جميل الآن رح أضيف الشعار من خلال صورة رح أصغر الشعار حتى أضيفه إلى الشهادة بهذا الشكل جيد رح أخلي الشعار بهذه المنطقة جيد الآن رح نجري التفاف نص للشعار من خلال نضغط أكليا ايمن والتفاف الناس ونختار أمام الناس بعد ما أجرينا عملية الالتفاف رح أخلي الشعار يكون بهذه المنطقة أو ممكن شعار يكون بهذه المنطقة أنا رح أخذيه هناragenا بهذه المنطقة جيد الآن رح نضيف مربع نص من خلال إدراج مربع نص وطبعاً راح نكتب هنا نص الشهادة طبعاً راح يكون إله مثلاً نختار شخص وطبعاً راح نكتب النص طبعاً راح نجي ننسق النص بعد ما تم طبعاً طبعاً عندنا هنا الإله أول مرة النص كله يكون بيع المنتصف الإله هذا راح طبعاً ممكن نختار فونت لا بس إنه نختار أحد الخطوط مثلاً راح أختار فونت الجزيرة مثلاً ورح نكبر حجم النص طبعاً راح يكون بلون أحمر ممكن أو ممكن يكون باللون الأزرق طبعاً ممكن نكبره بهذا الحجم لا بس والبقية راح نختار الفونت أيضاً ممكن نختار فونت الجزيرة ممكن ننزل هنا طبعاً فونت الجزيرة بهذا الشكل لا بس إنه نصغر الحجم بهذه الطريقة وأيضاً لا بأس إنه نختار فونت بولد ممتاز ممكن طبعاً هنا إضافة إلى القاموس أو ممكن عدنا خطأ هنا نون وأهنان ممكن إضافة إلى القاموس طبعاً الآن راح نلغي الخلفية والمخطط التفصيلي من تعبئة بلاء مخطط تفصيلي جيد جداً وعلى ممكن هنا نضيف نقطين وممكن نقطين يتم رفاقهم بشكل مباشر جيد راح نضيف بعد الاسم بهذه الطريقة مربع نص آخر وراح أكتب مثلاً بها عبدالستار جبار ندير المنصة طبعاً أيضاً ممكن نختار يعني فونت طبعاً ممكن نختار تباعد مثلاً راح أختار من متعدد راح نختار هنا مثلاً 0.8 مثلاً مناسب وأيضاً راح يكون توسيط وطبعاً ممكن يكون 12 ومن تنسيق أيضاً راح نحذف الخلفية والمخطط التفصيلي حتى يوقع مدير المنصة بهذه المنطقة جيد طبعاً ممكن يكون باليسار ممكن يكون هنا بالمنتصف لكن باليسار أفضل ممكن طبعاً نضيف نصوص هنا بهذه المنطقة وممكن تبقى بهذا الشكل ممكن الشعار يكون بهذه المنطقة مناسب طبعاً الآن بعد ما أكملت الشهادة بإمكاني أن أصدرها من خلال ملف وطبعاً أختار حفظ باسم راح أختار مثلاً أسميها شهادة وطبعاً أختار PDF ننوه أن هذا الامتداد PDF تم إضافته من الإصدار 2010 فما فوق يعني الإصدار 2007 ما متوفر بالPDF ومن ثم حفظ أنتظر شوية طبعاً راح أذهب راح أشوف الشهادة شهادة جميلة وأنيقة بنفس الوقت نتمنى أن قدرنا نجاوب على سؤال الأخ وإذا بالكم سؤال آخر بإمكانكم أن تكتبوه بتعليقات هذه المحاضرة وراح نجاوب عليها من خلال المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى شكراً لك